تحت عنوان سعي الحكومة العراقية لتعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه يبث رئيس الوزراء رسالة أهمية وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران بنقل المسافرين وزائر العتبات من إيران وبلدان وسط آسيا والذي أكد أن المشروع عبر منفذ الشلامجة انطلاقة ضمن حلقات متعددة من المقرر أن تصل النجف وكربلاء بحسب خبراء فإن الغاية من المشروع هو نقل ثلاثة ملايين من المسافرين بين العراق وإيران ونقل البضائع لوجود ممرين لطرق الحرير أحدهما بحري والآخر بري المشروع بحسب مراقبين سيواجه صعوبات حيث طريق خرمشهر البصرة لما تمتاز به من أرض رخوية فضلا عن احتوائه على الغام وهو ما يرجح إمكانية اكتفاء الجانبين بالمعابر البرية البلغ عددها 15 منفذا ومع حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية فإن استكمال المشروع سيوفر الأرضية لربط مرقض الإمام الرضا بمشهد إلى العتبات في العراق ما طرح تساؤلات لدى ناشطين في العراق عن مدى استفادة العراق المثلى من المشروع مقارنة بفوائد تجارية وسياحية لإيران كما تكمل المخاوف المرتبطة بالمشروع تأثيره على ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة أو طريق التنمية وفقا لمختصين ما يطرق باب التساؤلات في الشارع العراقي من مدى إمكانية تحقيق الاستفادة المثلى من حيث توفير فرص العمل وتحسين بنية الاقتصاد للوصول إلى معادلة خروج البلاد من الاعتماد الكلي على ريع الانتاج النفطي وتعدد مصادر الدخل القومي الإجمالي ترجمة نانسي قنقر